أنا أعتقد أنه تجربة العراق بعد 2003 خلقت هذا الانطباع وهذا الانطباع ما أتي من فراغ يعني بالفعل الحكم في العراق لأسنوات الماضية جعله تابعاً نوعاً ما ليس لاعباً على الأقل حتى يكون التوصيف أدق ملاعب أساسي دائماً هو يتلقى الضربات هو ممكن أنه الهدوء في منطقة معينة ينعكس عليه إيجابياً أو التوتر ما بين الطرفين الأساسيين ما مطلوب منه يكون اللاعب على الأقل خليكون مستقل مستقل برأيه وبارتدادات القضايا الأخليمية عليه هنا إذا نتحدث عن القضية راح نجي لازم نفصل الواقع السياسي العراقي الداخلي الانقسامات اللي موجودة الانقسامات في مستوى القرب من اللاعبين الأكبرين في الساعة العراقية اللي هم إيران والولايات المتحدة فهذه قضية يعني أعتقد أنه نوعاً ما المشاهد ممكن أنه يقدر يفهمها هذا الانقسام السياسي أضعف السياسة الخارجية العراقية وبالتالي أنه يكون سيد ويكون مستقل ويكون لم يستطع خلال الفترة لكن هذا لا يعني أنه عدم القدرة أنه نخطو خطوة إلى الأمام أكو قضية أعتقد أنه مهمة أنت إذا لم تضع نفسك كلاعب لن يضعك أحداً لاعباً هذه المشكلة المشكلة السابقة في العراق مع الاعتراف طبعاً بالتأكيد في القضايا الكثيرة للانقسامات اللي ذكرت الكياها اللي أضعفت السياسة الخارجية أو التوجهات في السياسة الخارجية العراقية وفي اتخاذ القرار لكن هذا لا يعني أنه عدم قدرة العراق على أن يكون لعب وبتقديري اليوم أكو مرحلة مهمة ممكن أنه تستثمر في سبيل أنه يكون للعراق القدرة على أن خلي ما نقول لعب خلي أتفق ياك في هذه القضية لكن يتجاوز المرحلة الانتكاسة للسنوات الماضية